معانا الاستاذ رانيا. انا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه بقول لك يا شيخ انا بقعدة مثلا لوحدي في الشقة. اه اه بحس بحاجة كده غريبة. اه اعود ان انا اصلي على على النبي وازكر ربنا وكده. اه لما باجي انام بحس ان فيه زي تعبين. اه. تعبان جاي من ورا من ويجري من ورا السرير. من الجنب من من قدامي. ببقى. اه. بقى نايمة مش مرتاحة. طيب. اه. بحس ان انا حد هياخد ابني مني وهيرميه من الشباك. اه. حاجات احساس غريب قوي انا بقيت نفسيتي تعبانة منه. وبصلي. بصلي الحمد لله. بس ساعات مش ما بلتزمش يعني. من امتك? من امتك? من امتة بيحصل لك الكلام ده? لا بقى له فترة. كان يعني شهور سنة سنتين كم? يعني تقريبا من من اول ما انا تجوزت من بعدها كده. يعني سنة. سنة. وانت متجوزها كده بقى لك سنة مسلا. على سنة وشوية اه. سنة وشوية. وزاد ده بعد زاد ده بعد الخلفة. اليومين دول بقى. اه يعني بعد الخلفة زاد شوية. اه. بص يا ستي. احنا دلوقتي احنا هنستمر على الذكر. بس احنا محتاجين ان احنا نتابع مع طبيب. ليه بقى نتابع مع طبيب? لان اللي انت بتقوليه ده هات معروف. يعني معروف في مسألة ان الانسان يشوف حاجات ويحصل له حاجات دي محتاجة لطبيب. وساعات بتبقى محتاجة حاجات ادوية عشان نتكلم عن كيميا المخ. طب ليه بنعمل كده? ولازم الاتنين مع بعض. لازم الذكر معا الامر ده. ليه? لان في الحقيقة الحاجات الانسان بتحصل له تأثيرات. خاصة ان في بنات كتيرة بيبخالفين من الجواز. فلما بيدخلوا الجواز فما يلاقوا الجواز على العكس ما تمنوا. هو هي منتظرة ان الجواز يبقى مخرجها من كل الامها واحزانها وسنينها الماضية. وكل الوجع اللي حصل لها في قلبها. فلن يدخل الجواز تلاقي جواز حياة عادية بالعكس. ممكن تلاقي حياة الجواز اكثر ضغطا. فيحصل لها حاجة. وده معروف. اللي هي صدمة صدمة مع بعض الجواز. الحاجات اللي حديك بتشوفيها دي في مسألة التعبين. حاجات كتير معروفة في التراث الشعبي عندنا. ان الواحد لما يشوف تعبين دعاء اعداء او شعاطين متحولين في شكل حياة. كل الكلام دوت كلام عندنا من الكلام الكتير بيحصل للناس. وانت حديك بتقولي شفته. طب اللي جنبك شافه ما شافهوش. يبقى المسألة لك انت يبقى ما ممكن يكون شئ من باطنك. وعشان كده انا بقول لحضرتك لابد ان احنا نعمل الاتنين من دولة مع بعض. هنروح لحد. لان احنا قد نكون محتاجين تدخل طبي. تدخل طبي معنى ان احنا محتاجين ادوية. وفي نفس الوقت ايه اللي حاصل. وما وما انزل الله داءا الا وانزل له دواء. وفي نفس الوقت يكون محتاجين ذكر. نداوم عليه عشان نفضل دايما حاسين ان احنا في معاية الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة